يعني ايه عقوق والدين يعني اي حاجة تدخل الحزن او تأذي والديك اي حاجة تأذيهم او تدخل الحزن على قلبهم اسمها عقوق طالما ما فيش حمعصية ربنا في الموضوع اوعى تأذيهم او تتسبب في قزيتهم اوعى تعمل حاجة او ما تعملش حاجة تكون سبب في ادخال الحزن على قلبهم تقول لي زي ايه اقولك انك ما تذكرش فيبقوا زعلانين وغضبانين ان انت ما بتذكرش ده نوع من انواع العقوق انك ما تزرش او تقاطئ اختك ولا اخوك ولا حد من ارحامك يبقى الام والاب بيتقطعوا وهم شايفين ولادهم مخاطئين بعض ومخاصمين بعض ده اكبر نوع من انواع العقوق كان لدرجة انهم يقولوا احنا نتمنى الموت ولا ان احنا كنا نشوف اليوم ده في حياتنا ان الاخ مخاصم اخوه ولادي مخاصمين بعضهم والاخ ما بيخشش بيت اخته والاخت زعلانة من اخوها ده كل ده من انواع العقوق انك تقطع رحمك او تخاصم اخواتك من انواع العقوق وادنى نوع في العقوق انك تتأفف لا تقول لهما اوف اوف ده انك متأفف كده متضجر من اي حاجة بيعملوها رغم ان انت ممكن وده بيحصل كتير يطلبوا منك اي حاجة فتقول حاضر بس وانت ماشي حاضر يقول يا اوف مفيش الا انا يسمعوا منك كلمة كده اوف خلق دي دي افوق ما انفعش اقول حاضر كده وارضي ويعرف انك لما ترضيه من ان انت بترضي ربنا ولا تنهرهما لا تنهرهما يعني ما تشوحش في وشهم ما تزجرهمش اللي بقول انت ممكن تقول برضو حاضر يا ابني روح اعمل كده يا بنتي لم الغسيل يا بنتي انشور الغسيل اغسلي المواعين امسح الارض اكنوسي ده ما تقول لهاش حاضر وتشاور بايدك كده او تشاوري بايدك كده ولا تنهرهما يعني ما فيش اللي انا حاضر حاضر يا دي انا راية هعمل او ده عقوق مش بر رغم انك هتعمل بس دخلت في العقوق من الامور اللي تخش برضو في العقوق انك تعبس في وشهم تخش كده وانت مكشر عليهم او ترفع صوتك عليهم او تشوح بايدك او تعمل اي حاجة تغضبهم او انك لما يطلبوا منك طلب تتأخر في انك تعملوا يا ابني هتحاضر بس ما تعملوش الا بعد يوم بعد يومين بعد اسبوع يا بنت اعملي كده هعمل وما تعملش لا من الامور اللي تخش في العقوق انك تتأخر برا البيت ويبقوا قاعدين طول الليل مستنيين انك ترجع البيت لان انت مع صحبة ايا كان نوع الصحبة من الامور اللي تخدخش في العقوق انك تصاحب صحبة سوء يبقوا هم زعلنين ان انت مصاحب الناس لول اللي ما بيصلوش او اللي بعد عن ربنا لانهم خايفين عليه ومن الامور اللي تدخل في العقوق ما تشيلهمش همك ما تقودش دايما تقول لهم الاخبار السيئة اللي عندك قلوهم بس الحاجة اللي تفرحهم الحمد لله ربنا كرمني بكده بكده ليه نشيلهم همك ده انا حصلي ده انا جالي ده انا حصلي كذا وحصلي كذا هيعملوا ايه انت دايما بس اطلب الدعاء من غير ما تدخل الحزن على قلبهم وتشيلهم همك من الامور اللي تخش في العقوق انك ما تقمش الحجة على ابوك وعلى امك تقول لهم لا ده انتو غلطانين ده الصح كذا وتقعب بقى تجيب من الدليل حتى لو كان رأيك صح ما تقول لهمش كده ابوك وامك ما لهمش عندك في النصيحة غير نوع واحد بس من النصيحة وهو انك تنصحهم بالرفق وباللين ثلاث انواع ما ينفعش معاهم غير النصيحة بالرفق وباللين الزوجة مع زوجها والاولاد مع ابوهم وامهم والرعية مع الحاكم ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون لما كانوا رايحين لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ما ينفعش انك تقعد تنصحهم وبالنصيحة الخاشة انتو مش عارفين انتو مش فهمين اللي بتعمله ده غلط واللي انت بتعمله ده غلط كل اللي انت بتعمله هو الغلط النصيحة مع الوالدين بالرفق وباللين اخر حاجة اقول لك من صور العقوق اللي ممكن تقع فيها انك تذم الطعام اللي الام بتعمله الاكل ده دلع ليه الاكل ده مالح ليه الاكل ده مش مستوي ليه لا انا مش عاجبني ده هي تعبانة وعملت اللي تقدر عليه ونفسها تعمل لك اسم حاجة في الدنيا دايما اشكرها على الحاجة اللي هي عاملها لا الحمد لله تعبناك معانا تسلم ايديك ربنا يبرك لنا فيك كل دول حاجات في العقوق ان انت بتعملها في بقى حاجات تدخلك في العقوق انت ما بتعملهاش يعني ايه يعني مثلا ان انت ما تذكرش يزعلوا يغضبوا منك ان انت تتأخر في ان انت تزورهم هما مستنيينك تزورهم كل يومين فانت تقعد كل اسبوع ولا اسبوعين بيستنوك كل خميس تجي الخميس ده ما تروح لهمش وتتأخر عليهم يبعدين طول النهار عينهم على الساعة يشوفوا انت هتيجي ولا مش هتيجي ويتصلوا عليك او انك تتأخر في الاتصال بيهم انك تتأخر في الاتصال بيهم بابوك او بامك عود نفسك وانا عندي احد اصدقائي في الشغل في العمل سبحان الله عمره ما يبدأ يومه في الشغل ده مدير من المديرين الا ما يبدأ الاول يتصل على والدته ويتطمن عليها الحمد لله حضرتك طيبة يا امي بخير ربنا يبارك لنا في عمرك بعد الساعة احداشر ولا الساعة واحدة بعد الظهر اللي ايه بيتصل تاني ايوة يا امي صليت الظهر عاملة ايه قبل ما يمشي من الشغل يتصل ايوة يا امي انا نازل محتاجة حاجة اجابهلك في الطريقة واعديها عليك عود نفسك انك تتصل بهم ولا تاخشرش عليهم في الاتصال لان هما مستنين يسمعوا صوتك مستنين انك تزورهم اقولك على حاجة بقى اسمها العقوق الصامت وهو ان انت تزورهم على طول وتاخد ولادك واخواتك وكلكم تروحوا وفي الاخر ايه اللي يحصل انتوا قاعدين قاعد مع والدك او قاعد مع والدتك وكل واحد فيك وماسك الموبايل المصيبة اللي اسمها الموبايل قاعد الساعة ولا الساعتين كل واحد باصص في الموبايل ولا حد بيتكلم معاهم ولا حد بيؤمسهم ولا حد حتى بياخد ويدي معاهم ويحكي معاهم هما مستنينك تزورهم ليه عشان تقعد ساكت ما بتتكلمش خالص ده هما مستنينك تحكي معاهم ان شاء الله حتى يحكو لك نفس الموضوعات اسمعها كأنك اول نوة تسمعها ينهر ابيض وده حصل وده جه ايوة حسسهم كده ان هم عايشين وان انت بتتفاعل معاهم ما تروحش في بقاعد كده صامت ما بتعملش حاجة خالص عارفين سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين كان بيخاف جدا انه كان ابر الناس بأمه وكان يخاف جدا انه يخش في عقوق الوالدين فكان رغم شدة بره بأمه الا انهم عمره ما كان معاها في صحفة واحدة في طبق واحد في صحن واحد فسألوه ليه انت ما بتكلش معاها قال لهم كلمة طيبة جدا احفظوها يا شباب قال لهم اخشى ان تسبق يدي الى ما سبقت اليه عينها تبص هي على حاجة طيبة في الطبق كده استطيبتها لسه هتمد ايدي هتاكلها فهو الاول من غير ما ياخد باله راح هواخد الحاجة الطيبة دي وكلها هو فيبقى كده ايه يقول فاكون قد عققتها اخش في العقوق ليه طب فين العقوق هنا ان هي من جواها حزنت كانت اشتهت حاجة وما قالت هاش هو كالها قبليها مد ايده تسبق يدي يدها تبقى هي عايزة تمد ايديها وانا الاول ايدي اتمد فكان يسيب امه تاكل اطيب شيء واللي يبقى منها ياكله هو كل ده ليه كل ده عشان خايفين يزعلوهم او يدخلوا الحزن على قلوبهم لان ده نوع من انواع العقوق والعقوق دركات زي ما البر درجات ربنا يكرمنا ويكرمكو ويجعلنا من اهل البر بوالدينا السلام خايفين يشتركوا في شخص